محاطاً بديبلوماسيين روس لا سياسيين ألمان كما جرت العادة في احتفالات يوم النصر على النازية توجه السفير الروسي في برلين سيرغي نيشايف إلى نصب الجيش السوفيتي في العاصمة الألمانية لوضع إكليل وردن التوتر هنا كان واضحاً رغم منع الشرطة الألمانية رفع أعلام روسية أو أوكرانية تجنباً لاحتكاكات ما أثر استياء السفير الأوكراني الذي لم يتردد بانتقاد برلين بشكل لذع تماماً كما يفعل منذ أيام بشكل عام الشعب الألماني يدعم الحكومة في موقفها من أوكرانيا ولكن المزاج العام مقسم ما زال هناك البعض ممن يؤيد إرسال أسلحة ولكن هناك أصوات في المقابل رافدة لذلك عبر عنها مجموعة من المثقفين في رسالة طالبوا فيها الحكومة بوقف إرسال الأسلحة خوفاً من إطالة الحرب أصوات لا يبدو السفير الأوكراني في برلين أندري ميلنيك في مزاج لسماعها وقد كسب لقب السفير غير الدبلوماسي لانتقاداته المتكررة للمسؤولين الألمان ما يزيد من التوتر بين برلين وكييف والذي بدأ مع رفض أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايمير لأنها اعتبرته مقرباً من موسكو وهو ما وصفته برلين بأنه إهانة للدولة هذا النصب الذي زاره السفير الروسي زاره السفير الأوكراني قبل يوم لتكريم الجنود الأوكران الذين قاتلوا مع الجيش السوفيتي ولكنها زيارة لم تخلوا من التوتر وعكست أجواء التوتر الحالية بين كييف وبرلين بعد أن منعت الشرطة الألمانية مجموعة مرافقة للسفير من رفع علم أوكراني ضخم هنا راغدة بحنام العربية برلين